السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت مننا أن هذا الفيديو يرقاكم في أحسن الأحوال كما العدا شكرا جزيلا تعليقكم الأكثر من رائعة واللي عندو شيء دائقة مادية نفسية جماعية أسرية صحية كما كانت الله يفاجه عليه واللي يجعله من كل ديق ما خرجه الفيديو نتعليهم يريد تبدأه من الأول للآخر لأنه فيه كلام جد مهم من المجموعة من الأخوات اللي استسلموا في الحياة ديالهم ومن ضمنهم الأخت نزهة من تازة تحية الناس نتع تازة ونزهات كاملين اللي عندي في القناة تحية لكم كتبت لي أختي نزهة والجواب غايكو للأختي نزهة خاصة وعامة جميع الإخوان والأخوات اللي كيهمهم الأمر غيب قولي الأخ لأنه موضوع غيقصنا كاملين قلت لي السلام أختي الفاضلة أنا أعيش مرحلة من الاستسلام التام لأنني عيد ما ندير مزيان مع الناس مع زوجي وحتى أولادي كان شوفت شي واحد ما كيقر فيه الخير وكان القراسي دائما كان عود لنقطة الصفر وحتى مشروع اللي بديته بكل حماس وتفاؤل ومجهود كبير اللي كان دير فيه أرباحه قليلة ووصلت لمرحلة أنني بغيت غير منعس أصلاً الرزق بيدي الله علشها مقالاتين في الدنيا أختي نزهة هناك تعاود التعليق كأنها يعني كتشكي عليها وفي نفس الوقت يعني كتحاول أنها بحالي كنقولوا تسكت داخل دياله لأن الداخل دياله بين أنها امرأة مجيدة كتخدم كتضرب تمارا ولكن كما كنقولوا كتضرب تمارا وما كنش النتائج فبزاف الناس كيعيشوا هذ القضية هذه أنها كتدير مجهود كبير ولكن المرضودية دياله كتكون قليلة بزاف الأخطر هو أن الناس كتوصل إلى استسلاب وكتوصل أنها كتخلط ما بين الرزق وما بين السعي إلى الرزق وهنا بغيت نوهع لها هذ النقطة هذي باش ما تمشيوش غلطين ويوقع لكم ما ويوقع لغتينها لأكيد بعد هذ الفيديو كانت مننا من الله عز وجل أنها تعاود جمع رصمته جديد لأنهارها قادة إن شاء الله فأنا هذه الفقرة هذي سأسميها لماذا أبحث عن السعي ورزقي مكتوب لي يعني بزاف اللي كي يوقعوا في هذا الخلط هذا وعليها بغيت هذ التعليق فاش قريته وقلت ضروري واخها يعني ما عنديش الوقت باش نصورها كمباشرة ولكن قلت ضروري غنزل هذ الفيديو لأنك إما هذ الفكر كان عند خطين زهاب كان عند بزاف نتع الناس وكي اللي كتراوضوا هذ الفكر هذي تقولك وصافي اللي فرزقت الحق مالي أنا مقنعي راسي وزيدون زيادة عود داك مسألة نتعلم ربي معن ربي علشان دير مجهود مع الأولاد وكان أعطونا ما ديش باش نسكتو كما كان قلوه داك الداخل ديان لدي تكون داخل نقي فكان بغيو نسكته فالله عز وجل شنو قلينا باش أمرنا أمرنا بالسعي وكان دليل من القرآن في صورة النجم قالنا الله عز وجل من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم جزاه الجزاء الأوفى يعني أنت يا هذك السعي ديالك هو ذك المجهود ذك تمارتك مع وليداتك تمارتك في دارك تمارتك مع الزوج ديالك تمارتك في المشروع ديالك هذا هو اللي يشوفه الله عز وجل ثم يجزاه الجزاء الأوفى يعني إلا كنت تسعي في الخير أو كتتعبي في الخير رغا تشدي الخير عند الله عز وجل ولكن تسعي في الشر رغا تشدي الشر كينا آية واحدة آخرى إن سعيكم سيورا وهنا تذكير بأن الله عز وجل رغا يجازيك على ذك السعي ديالك على ذك تمارة ديالك لا تربيح في المشروع أو لا تربيح أو لا تربيح العلاقة الزوجية كانت مزيانة أو لا مزيانة أو لا تخرجوا صالحين أو طالحين هذا شيء لا تدخل به لا تدخل في شيء ما في القدرة الله عز وجل خليك غفل أشياء دائما كنقولك اللي تحت القدرة والسيطرة ديالك هو السعي أنت واجب عليك السعي السعي عبادة السعي الامتتال لأوامر الله لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي أمرنا به كذلك كينا آية واحدة آخرى اللي كتبت بأن الله سبحانه وتعالى غاي شكرك وغاي جازيك على السعي ديالك إنا سعيكم كان مشكورا هادي كتامر لك التربي رعند الله مضايعاش را دائما كنقولكم تحجمك تضيع دائما كنقولها وكنقولها في الفيديوهات وكررت هذه الكلمة لأنه باش يوصل الإنسان لدرجة الاستسلام يعني عندو خلط في المفاهيم بحالي واقع لك أختي نزها خلط ما بين طالب الرزق وما بين الرزق المكتوب الرزقنا مكتوب عند الله عز وجل اللي في رزقك كما قلنا في اللوه العفوان غادي يلحقك اللي في رزقك را كي يجي تل عندك سواء أن درتي مجهود ولما درتيش ربي سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب إلا بغير بيعطيك را مش ضروري ديري مجهود فيه واش فهمتي ولكن ربي سبحانه وتعالى غا يجازك على عبادة طالب الرزق على تامارة علش عدنا احنا في الحج السعي بين الصفة والمروام هاجر فاش خلها سيدنا إبراهيم في ذاك الخلاكي كان قوله الخلاو وغير رملاو مكيلا ما لوالو واش ربي حاشاه يعني اعجز حاشا أنه ينزلها الماء والماكلة ولكن أمرها بالسعي هذاك شي رفي حكمة لنا أنه بقد كاتت مشي بين الصفة والمروام ومشات بعض الخطوات سير واجي سير واجي يحتر بأهدا أن ذاك الماء يخرج فالإنسان لي كيوصل كما كنقوله لمرحلات الاستسلام كيخصوه يعيد النظر وخصوك تعرفي واحد الحاجة ذاك شي اللي اختاريته اليوم را هو اللي غيحدد نهايات ديالك جلال الدين الرومي كان كيقولك العارف هو اللي يرى النهاية في البداية بمعنى يعني كتشوفي النهاية ديالك تتفقلي بالخير باش را نشوف النهاية ديالي واش انا بغى الجنة دبا انتي اختينزها وانا وفتيمة وخديجة واسماء وقع اللي كاينين في القناة دبا احنا بغين جنة جنة ستألقى جنة بالخير ما غتنوضي تغي ما غتنوضي تسلقى ما غتنوضي تسلقى خطوص تبري بواليدك ما غتنوضي تصدقى مغتنوضي تحركي هذه الحركة هي السعي هي اللي غتوصلك النهاية الجميلة يعني عندنا واحد القاعدة ان الله ما كيضيعش من عمله عملا صالحا يعني انتي سعيتي في الخير غي دائما 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 تكون نية حاضرة لوجه الله في اي عمل باش ما يوقع لكش الاستيسلام لا يقوم عليك التضمر، لا يقوم عليك التعب، الفقصة، الشمتة، تغدرت، المشاعر كلها السلبية تصحي دائما نية في أي عمل قمت به فراء تكون نتيجة زوينة نحن قلناها دائما إلا ما كانتش في الدنيا تكون في الآخرة ولكن نهاية حتمية ستكون نهاية جميلة جدا وسعيدة وفي جنات الخلف لمالا فقط خصنا كما نقوله أي عمل نصح النية، نية مهمة في كل شيء أي عمل قمت به تصحي النية لكي لا يوقع لك ذلك المشاعر السلبية التي توقع ذلك الشمتة بحل وقع لك ذلك أنت استسلمت ولكن واحد أخرى تقول لك أنا قمت بتزوين مع راجلي مع العائلة مع الأولاد مع تواحد ما قرر فيه بحل قلت أنت أنت قلت أنا استسلمت هذا شعور سلبي واحد أخرى تقول لك أنا حسيت براسة تشمت أنا كوني يرجع بي الزمن والله يمنذر ذلك الشيء وحتى كما نقولوا رقناوات ولو يقولوا الناس ما تديروش الخير ما تديرش الخير كي يقولوا ما تديرش الخير ما كين لاخير فتشي واحد تسدعلك بابك ماشي به هالطريقة أخوتي لأن لو كانت نية صحيحة غا يهمني تشي حاجة أنا كنقولكم نية تكون في أي عمل تمعا ولداتك الشي والدك منية تكوني كتردعي الشي والدك بي بي بين يديك وكتردعيه الله يجعل الأجر لله كنغسل معناتي الله يجعل الأجر لله تعاملت مع عقوستي وخشراني الله يجعل الأجر لله تعاملت مع أمي وخاة كماشي أمي التي تمنيت مثلا الله يجعل الأجر لله وهكذا حيث الناس لا يعيشون معاناة مع والديهم مع أولادهم مع أزواجهم مع أنفسنا قبل كل شيء فمنك تكون عندك تصحيح النياد يجعل الأجر لله تمني هيا حتمية تكون صحيحة لماذا؟ حيث أنت ذرت لله ولا الله عز وجل وش سيخيبك؟ سيجازيك لماذا؟ لأن أنت ذرته لله وأي حاجة كانت لله فيها العوض الجميل سواء في الدنيا ولا في الآخرة نرجع للنقطة أنتع العارف هو الذي يرى النهاية في البداية فأنت اللي اختاريته اليوم هو اللي غي يحدد نهاية ديالك اختاريت نخدم كيك نقوله خدمة صغري الكبري اختاريت نخدام ونجمع راسي ونقتاصد على راسي ونفق مدكشي اللي رزقني الله عز وجل الدنيا وادين ونعرف نحدد التوازن اختاريت أنني ربي ولداتي تربية حسنة نغرس فيهم القيم اختاريت أنني نوضف الخمسة تصبح ونصلي صلاتي للفجر ونقوم بأعمالي اختاريت أنني أكيد نهاية تكون جميلة جميلة هذه لا محال لأنها دوعد الله عز وجل قالك إن سعيكم كان مشكورة هذي شكرني الله عز وجل اختاريت الكاسل والنوم والصهر نعستلت لتصبح انفقت لتناش ما عندي غرض في الولاد ما عندي غرض فراسي ما بغى نزيد القدام استسلمت كما قالت الأخت استسلمات عمر تراسي بالأفكار اللي زربوا ماتوا مالي عني طيح صحتي يعلى شغان خدموا الرزق بيدي الله واللي فرزقني تلحقني وهكذا باش نسك تراسي ره النهاية ره بينا نهاية بينا وغيجي واحد الوقت اللي غادي تقيت ندمي ويا ما ناس ده بل عندهم ستينات والسبعينات ره كي ندموا وكي تحصروا على الشباب ريالهم تقولك ندمت اللي ما خدمتش ندمت اللي ما تبتش الله ندمت اللي ما درتش الأعمال ندمت اللي ما تصدقتش ندمت 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 علاش على أشياء اللي كان شنو كان هو اختار الكاسل أو الاستهتار أو لعدم البحث أو لما مصوقش فهمتو؟ أو لما خدمش هوا ده بك ترقى عنده سبعين سنة هذا وكترقى يعني إنسان ما واصلت شي حاجة ما زال معدف في حياته أولا ندمع الاختيار دياله السوء لذلك رفيق الحياة اللي استمرت مع هات السنين كاملة لأنني كنت اختاريت أنني نحبز دك شي في البدايات ما غنكونش مثلا هكذا يعني فهمتو؟ ما خسكيش وصل لذلك الدرجة انت عن ندم فحاولي تصلحي ما استطاعتي وحاولي تغيير حياتك لأنه بيدك بزاف ديال الحاجات اللي تغيريهم لا تعمليش بدور الضحية فهمتو؟ هتقولي لي كيف هاش غادي ندين نغيره أنا خسني خدماء خسنيتا نصافر خسنيتا نخرج من الدار مع عندي عقوز سيراني أختي مع العقوزة خسنيتا نطلق راني مع واحد دراجة خسنيتا يكبروا الولاد هذا كله مغيئ أعضار نديره من راسنا تغيير اللي كانت تكلم عليه أنا أنا مشيلك تغيير اللي خسني نبدل البلاد ونبدل الدار ونبدل الشي التغيير الحقيقي هو اللي يبدأ خطوة بخطوة وليك تبدأ خطوة بخطوة من الفكر تغيير اللي انت دابا؟ انت ليس فقط نضيس على 12 وانت وسمعتي هذا الفيديو لم تبقى متكاسلة وقلت فاتني صلاة الفجر والظهر منفلتها حتى نصليها في الوقت دي وانا أهد من نفسي سأحاول العصر نصلي في وقته وهكذا هنا قدرت التغيير هنا لم تبقى اليوم لحياتي سأحاول نصلي في الوقت اذا راني اليوم قررت ان اليوم سيكون شبه البارح سأحاول دابا ونضيس يمسك الوجه ومشط شعري ونقاد والبارح كنت مشعكة وحالتي حالة ومهمين للراسة وكان قلت تانتي يا اختي واش انا مسالية لهذا الشي واش هذا راني حدث تغيير سأحاول نخم الاركانية والدار عندي خانزة ومسخة وحالتها ومكرفصة ومعندي خاطر مواله ولكن دابا قررت اني غننض وغنطلقش شوية جلموع الطير في الدار نحل السريج مات ونبداروك نبروك نطريف بطريف في الدار مجر بمجر وبشوية عليا وهنا غدا اقراني حدث تغيير هذا كله تغيير غادي ننضغ غادي نهز القرآن اللي يرى يمكن هذي راسيمانة ما شديتوش ولا يمكن مرمدان ولا يمكن ما عطفوقش ما شديتوش قاع ولا ما كان شدوش صغفرت الله لانا كاين هذي ركاين فهمتي كان عدلت عليه ودابا شديت وقلت اه نقرأ وخا غيش يجوز صفحات باش يجوز نهاري زوين راني حدث تغيير دائما الانسان قادر انه يغير حياته وكما نقوله ذاك نغير حياتي را كما نقول لك رامانشي نحتاجه دائما الامكانيات برا او للخارج ولا را كين اشيء غير في الدينة وداليل اخوتي رفاش كانت كورونا راحنا عرفنا انت عايش وغير في الدارة بنا لم يخلقش حلم حاجة راحنا في الدارة هالي تبارك اللي رجع مو بديع هالي رجع رصة هالي رجع كي يدير صنعه يعني علاش لانا صافي تحتم عليك الامر والانساركي تكيف انا ده بنتي محتم عليك الامر عندك بيت وكوزينة او لا عاطك عقوزتك بيت ولحماتك سكنة ما حماتك هاد شيء اللي كين هادا هو الواقع وكذا بيحالي فما عندي لاش نزيد نبقى قسم السلمة نحن نشري الفيلة ولا نشري الدار ولا تكون عندي السكن عاد باش نقدر نعيش داك عاد باش نقدر نقراسي عاد باش نقدر نضي كوري داري عاد 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 كما تصلي هذا سلاك ونقرر في الوقت فادي اغافرت الواقع والواقع لك لا تصلي اليوم قررت اتصلي وهو تغير وتغير كبير كما قلنا نقيت دارك وعترتها وخملتها وهو تغير هذو أشياء كبانة بسيطة ولكن رأي رأي يحضره في النفوس حواج كبيرة وعميقة وشوفوا انتم أخوتي مني تصلي وصلتكم فوقتكم و تنقى و داركم و تدوم مهما و تنقى بساطة الأشياء التي لديك عشي الواقع لك لدي أغياء هذا الشيء لدي أغياء هذا المكان كما قلت لك لدي أغياء هذا الدار من 40 متر و رياها و فوق مني الجيران لأخذها سلعة كي يقول و الظروف لا يمنس بها و الزوج يقوم بها و ينقروا و يدرالي و لكن لنستسلمه لا أستسلم سنحاول نبدأ مجدد و نغير ذلك الشيء الذي يريد و أنا كنغير لا نطلب الميتالية و لا نطلب حواج الكماليات أرى كل شيء يكون مزيان لكي نكون أنا مزيانة لذلك الشيء الذي يريد أنني أعرف أن أعيش معه حيث أنا إنسان خلقني الله بالفطرة لي كنت كيف مع جميع الظروف دابي لجأ شيء حرب و لجأ شيء زلزال و لجأ و دابنتك تقولي أنا بداري و كل لجأ شيء حرب و لأ شيء رغا تقدريت تعيشي في خيمة و لو أنك داخليين ما تكون مرتاحة و لكنها تقدريت تعيشي كما عشو ناس واحد آخرين لأن الإنسان بالطبيعة دياله يتكيف فمن الأحسن أننا نول فرصنا أننا نمشي مع الظروف ديالنا شي لك نتفرج بأسماء حتى يكون عند يدك شيء عند أسماء قاعد غنوضة نتحرك أو لك نتفرج بلانة تا يكون عندها و عندها و مشات و دارت و أنا بحقا و كنت أنا عندي ذاك الراجل و كنت أنا في الخارج و كنت أنا في أوروبا و كنت أنا عندي الوظيفة و سأكون و سأكون و سأكون و أدير بادك شيء عندك حتى إلا قيلة رضيت بديك شيء عندك حتى أسماء ما جدت وكنت عندها الدار أنا كن شيء ظروف ما كنبغيش نزل عليكم الضيم والله كنعود لكم قصة حياتي ما تطيقه أو بالتوتيق يعني ولكن الإنسان كنت أول حاجة كنت كان دراسافي لمن وصلت لذلك الحاضر كي نقوله من تحت الصفر فبديت من راسي بديت تغيري الأشياء اللي قدنت عليهم صلاتك الجسد ديالك الفكر ديالك قرايتك الوعي ديالك ولداتك اللي مازالين صغر هل تكون شيء اللي عندك السيطرة عليه قديه قديه صلحي بعد هذا الشيء اللي كيبالك غيجوز إياد وكيبالك أشياء تفع مني غتصلحي ذلك شيء هو اللي غينقلك لتغيير الواقع ككل نحن نغيره كل مرة شوية كما قلنا لخمنت غير هذا النهار ركي غيرتي إلا صليت ركي غيرتي إلا قابلت ولداتك اللي ودرت يقليل سمعهم ركي غيرتي إلا درتي شيء ماسكرا كي غيرتي فهمتي غيها كب شوية بشوية واللي ينقلك لدك تغيير الكبير اللي يقول لك الدماغ كتكون يعارف أشكا تديري والدماغ صفا وغاندير خطط وغاندير ترتيبات باش نتقل واحد لحياة أسماء بغيت سكن غادي ندير الخطة ليه بغيت دار غادي ندير الخطة لها بغيت الجنن ندير الخطة لها بغيت البرمين ندير الخطة ليه وهكذا ودائما نديره في الحسبان دينا راه نخطه ونرتبه راه ما شي دائما غتخرج النتائج كي بغينا احنا احنا كرجع للسعي دائما ينكون هاندي شي حاجة قولي وحمد الله أنا تحركت كما نقوله شرف المحاولة المهم حاولت المهم ما قد تبقى فيك ذلك الغبينة تقولي واتا أنا كنت هذا وكنت أنا مرا ونص كوراني جمعت راسي كوكن لن نجمع راسي وذلك ساعت إليه يسترلي الله في شي حاجة تبارك الله ما يسترليش مشكل عند الله خير وأبقى فهمتي ذلك شي لما تيسترات لك شي حاجة كما قلنا راه دائما نديره في الحسبان دينا غنرتبه وغنخطه ولكن ماشي دائما كتكون نتائج كيبغينا احنا ربما كتكون أحسن من توقعاتنا شتي شي مرة كتخطي أنا كنت نظر معكم بتجريبة شي مرة شي حويج اللي كنت كان بلالينهم مثلا أنا كنت بغيض ويراد ياربعين متر كنقول ياربغيض أراد ياربعين متر وتكون ديالي وملكي ونقابدها ونزوقها والله هذا والحن ديالي كان بسيط جدا أعطاني الله تريبل تريبل الأمطار تعضل زعمة كبيرة أكثر من توقعاتي أحيانا نشي حويج كنخطلوهم كنرتبو ليهم ولكن أنا تقول هاداك جزاء الله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى على السعي وكذلك على السبر من أن تحطينا في أزامات الحمد لله ما تغينا ما فسدنا ما مشينا بعنا راسنا ما مشينا درنا شي منقر باش نجيبو الفلس لا تحت في الزمن اللي تخصيت فيها الأقصى للدرجة وقلنا الحمد لله يا ربي تعوضنا خير وربي قال لنا وبشر الصابرين سبرنا سبرنا وربي كي يجازينا بدك بدك شي بدك السبر ديالنا واش فهمتي السبري استسلام الله حاولي تغيري الواقع ديالك البسيط غيب شوية بشوية احنا ما محتاجينش الإمكانيات الكبيرة باش نغيره نغيره بعد دراسنا هي اللول هاتش اللي كين أخوتي كل نهارا قادرة أنك تغيري الواقع ديالك وتبدي بداية جديدة وتفتحي فصل جديد في الحياة ديالك لكن هاد المرة في مدز عليك شي محنا وكتعاود يمتوا جديد اركا تكوني كتعاوديها بوعي فهمتي دبا مني مثلا وحدا تزوجت فشلات مثلا ولا وقع ذاك الزواج ما يكملش الله وما ما يكملش صافي لأسباب وقع الطالق المرة الجاية فاشا غتبغي تعاود الطالق واش هتعاوده بنفس الزواج عفوا واش هتعاوده بنفس السداجة لا هتعاوده بوعي يعني أحيانا تدك الفشل ديالنا اللي كان وقعه فيه رتي يكون حل يتعلمنا الدرس كتقولك وانا دات بيا المرة اللولى مثلا المرة اللولى ما طلبت صداقها كنت متنازلة على بزرد الحقوق ديالي ما كنتش مسوقة كنت اللي خدمتها كنجيبها الضارين خدم بره والداخل فالتالي مني تحس بالشمتك يكون قولوه الخدلان رأيك تعلمي الدرس فالمرة الثانية مني غاتبها تعاود الزواج رأى أكيد إلاك الإنسان كيتعلم إلاك الإنسان واعي هنا بش كنعرفه الناس وعاو وهنا فين كتجينا ذاك القضية ديالي بتلأها لماذا الله يعطينا بتلأس بش نتعلمه منها دروس رأى لها ذاك ما هترجعش تعاود نفس الخاطئ ورب غالبا ما كيعوضك بأحسن زفد الناس مثلا اللي يفشلوا في العلاقة الزوجية يريلهم الأولى وحتسب النهيار ومنين جا تعاودت زوجة كانت عندها زوجتاني أفضل بكثير لأن الله سبحانه وتعالى أعطاها العاوض وهي دخلت العلاقة بوعي فاي حاجة في الحياة كانت محنة ديستي منها إلى أخذيتيها بحسن نية وبحسن ضن في الله عز وجل والصبر والعمل والسعي هذه المحنة أكيد أكيد وهذه سنة الله في الكون غادي تحول لمنحة أمتي؟ والخاطية هترجع عاطية فما زيتش نطول عليكم لأن الكلام يطول في هذا الشي ولكن كنتمنى أن أختي نزع نكون جاوبتك الجواب الكافي والشافي وتناضي تجمعي راسك ولا للاستسلام والاستسلام من الفشل وإحنا الحمد لله لك يدخل عند قناة منتقى المناضلات كلهم ناس مجدين كلهم ناجحين ناجحين باش ماشي بالإمكانيات ناجحين بالفكر ديالهم الحمد لله إحنا ناجحين لأننا متمسكين بالدين ديالنا وكنحاولوا نعيشوا واحد دنيا تهي تكون واحد العيشة كريمة فأكيد ربي سبحانه وتعالى غير جزينا حسن الجزاء لأننا كان حسن الضن فيه ماشي لأننا نحنا كان نزكيون نفسنا ولا أنا راني صالحة لا حيث عندي حسن الضن في الله عز وجل إن أليد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أني شكرا لكم موسيقى